وحول تعديل بعض أحكام قانون الرياضة أكد عدد من النواب أن الهدف من هذه التعديلات هو إحداث تغييرات جوهرية في منظومة الرياضة النهاردة كانت جلسة مهمة للغاية ومناشات من حيث المبدأ لتعديلات قانون الرياضة طبعاً نحن عارفين أن الرياضة في مصر في هذا العصر وفي بناء الجمهورية الجديدة هي أعماد من أعمدة هذه الجمهورية وإزاي نقدر نهضر تنمية حقيقية داخل القطاع الرياضي في مصر هو ده كان الهدف من هذه التعديلات شفنا مجموعة من التعديلات النهاردة كانت مناشة من حيث المبدأ شفنا مجموعة من التعديلات تختص بتنمية حقيقية داخل مجالس الإدارة للهيئات الرياضية وفقنا من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة على مشروع قانون الرياضة الحقيقة أنها تعدلات مهمة للغاية لأنها تتناسب وتطلعات رؤية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الرياضية وأيضاً اللي تكاملها مع مجالات متعددة جداً لأن الرياضة تعتبر أمن قومي بالنسبة لمصر قسني على الحكومة أنها تقدمت بالفعل للبعض الصغرات بعد منها كنا شايفين أن تطبيقه على أرض الواقع غير يعني لقى بعض المشكلات أهم نقطة يمكن إحنا لقيناها النهاردة هي عملية إزالة العرقيل والمعاوقات أمام المستثمر الرياضي واللي كان لها صادق قويس جداً وحيبقى لها صادق حتى في التعديلات لأنه المستهدف الحقيقي هي عملية التنمية ترجمة نانسي قنقر